حلا والله بالشباب أحياكم من الله في فيديو جديد لنا بات موضر المورشب هذا الفيديو مختص عن حاملة الطائرات اللي صار تعديلات عليهم بعد التحديث الجديد راح نختار أفضل حاملة الطائرات بالشدات بالليفل 25 وبالليفل 15 والأفضل بالذهب والأفضل بالأرت كوين راح يكونه الشامل عن حاملات يا شباب أما التشكيلات فأنا حجيت بالفيديو من التشكيلات سابقا عدني يا شباب أول حاملة صحيح تعديل بس قل كل شيء تسعون لكم مشاركة يا أخوان يو اس اس أمريكا هاي الحاملة اللي موجودة قدامكم يا شباب يو اس اس أمريكا فزاد السرعة مالتها إلى 18 السرعة الأساسية وصلت 23 الماكس هاي زادت سرعتها فقط لا أكثر ولا أقلية ما صار تعديل عليها واو عما نجي إلى الفوجن اللي هي الحاملة بالذهب اللي موجهة لليفل 15 فأخوان اللي صار تعديل عليها أنه سرعتها زادت أكثر وصارت الأساسية يا شباب 13 والماكس اللي يشوفوا قدامكم 17 أما أضافة أخرى فهو مدفع عالي فأنا صارتكم مدافع عالية ثلاثة أضافية يا شباب صارت خمس مدافع عالية بيها وطبعا هي أصلا أردي صار لها أضافة سابقة باي شنو الدرونين الدرونين يا أصدقائي فالراجمة حلو فالحاملة بيها الراجمتين طارة جميلة طارة دفاعية درونين مروحيتين خمس مدافع أوتو بالإضافة إلى ثمان دفاعات جوية صارت ممتاز يا شباب نجي على الاشتورم يا شباب الحاملة الروسية الرائعة والجميلة فضافونا بيها مروحية زيادة فقط لأكثر للأقل يعني على الأقل على الأقل حطنا مثلا دفاع متغير وياها ثنية ناكس تو يعني أنت إذا ما أريد قاصفها أنت تقول عفوا درون ما أريد أخلي درون بيها حطنا ثين دفاع جوية ونجي إلى حاملة النمسز يا شباب الأسطورية اللي موجودة بلقب الليجندري هاي شوفوا قدامكم فصارت الإضافة عليها يا شباب مروحية زيادة صارت مروحيتين بالإضافة إلى مدفع أوتو زيادة هنا أنا نجي إلى أمر هل هذه الإضافات لهذه الحاملات وهذا الشيء هو المطلوب طبعا حاملات بعض يحتاجن تعديلات بعض يحتاجن تغيير جذري للأمانة فالإضافات أشوف عدل فوجن مو مو ذاك الأضافات القوية نرجع ونقول شباب لقرالت فورد بلفل 15 هي الأفضل يا أخوان لفل 25 كشدات وتبقى الأنتر برايس هي أفضل شيء موجود بلفل 25 فما فوق بالشدات يا شباب أنتر برايس أفضل من شتورم والقرالت أفضل من باقي الحاملات أما نأتي إلى الذهب فلا زالت الأزوي كاكو أخوان هي الأفضل بالذهب من هاي الناحية الأزوي كاكو هي أفضل بالذهب من السي أن تايب صفر صفر أربعة طبعا زوي كاكو والسي أن تايب سعرهم 20 ألف غولد سعرهم 20 ألف غولد أما الأنتر برايس الحاملة أمريكية فسعرها 120 مليون شدة تنفتح لك بلفل 25 في حالة تريد تشترشتهم سعره 100 مليون شدة بس أنصحك لأنتر برايس أما لقرالت فورد في سعره 17 مليون شدة نأتي الآن إلى السوق الحر يا شباب وحاملات السوق الحر فعدنا أكثر من حاملة بالسوق الحر يا شباب عدنا البانك واحد وعدنا السي أن تايب 76 أثنيا وكذلك عدنا اللوزمو ثلاثة وعدنا الإيفولفت أربعة بالنسبة للفرنسية واليابانية والصينية فأنا أفضل لكم الصينية بينها إذن انتلاثة بالتحديد بالأرت كوين وهذن موجهات كلنا إلى تير 3 تحت لفل 25 أما تريد حاملة فل أوبشن بس يا غالي أكيد البانك هي رقم واحد بالحاملات بشكل عام باللعبة يا شباب البانك هي رقم واحد أذن يا شباب عرفتوا إن شاء الله هي ما هي أفضل حاملات بشدات وبالذهب وبالأرت كوين وكذلك التعديلات السطح على الحاملات أنتم رأيكم هل راضين عن التعديلات هاي أم لا وشون تأمنون بالحاملات بالمستقبل مع قوة الدفاعات الجوية المرعبة اشتركوا في المشاركة وفي أمان الله